هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول احكي فيها الاحوال عامة سواء الاحوال العطفية او العامة رح تحدث كدلك حتى عن العزيز ورح هذه القراءة انطبقة للبرج الشمسي القمرية طالع وفي امكانك ان تكون قراءة عكسية اذا تكلمنا بالعلاقات العطفية اوكي بداية يا برج الدلو عم شوف في خصامات وفي مشاكل عم شوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الانسان عم شوفك موجوع القلب يا برج الدلو عم شوفك كأنه خسارة كتير كبيرة يعني تقريبا ما في كلام ما ما فيه ما فيه حكي اوكي اه الطاقة كتير سلبية بهذا القراءة او ما فيه مشاكل انت وهذا الانسان عمشوفو لهذا الشخصي لهذا الانسان ممكن شخصية من برج يعني برج النارية عمشوفو شخصية بتعرف توازن تعرف كيف تحبوه وتشتغل باشي اخرى اه انسان ممكن اه حاليا عمشوفو مبتعد عنك اه وما عم يحكي ابدا يبرشد له عمشوفو كذلك هذا الانسان كانو عمل لك بلوك او ما عم يحكي من اصله وما عم يحاول انو يحكي اوكي عمشوفو لهذا الانسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو انو مبتعد بفكر فيك يقريقه هوك عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عمشوفو عندو اهتمامات اكتر عملية وعمشوفو مبتعد وحاسس انو خسرك او خسر العلاقة بالنسبة للك عمشوفوك عم تنتظره او عم تراقبه عن كسب او من بعيد بس ما عم تبدي شي اوكي عم تعاملك انو الاشي ازا هو ما عم يحكي معه خلص ما رح احكي معه عم شوفك او مبتعد وعم تراقبه لهذا الانسان ممكن هذه العلاقة او علاقة كرمية علاقة سلة زم انو وانتو مع بعض او علاقة في درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لانو دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شي تاخده بحيتك كدرس عشان تعرف تتعامل باشي اخرى بالنسبة للك عمشوفك كتير كتير شايل بقلبك تجاه هذا الانسان بس ممكن عمشوفك اكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة موقفة على هذا الانسان ممكن تكون في علاقات جديدة وفي ناس اكتر تستحق ان تكون معي بس هذا الانسان عم يحس حياته او سعدته لا تكتمل بابتعادك عنه عمشوفك انه عنده اختيارات بين بينك وبين انسان اخر او عنده كذا الشي يشغله عن انك اوكي ممكن عنده مشاكل تتعلق اا بالعائلة كانه عنده اولويات وعنده مشاقات او عنده عنده مسئوليات اكتر بالعائلة او عنده كذلك اطفال اوكي عم تشغله عنك عمشوفو لهذا الانسان كذلك ممكن يكون برش الحمل او برش الاسد عمشوفو ممكن يكون من برش العذراء الثور والجدي عمشوفو ممكن حتى يكون برش الاقرب هذا الانسان عمشوفو عم يكابر او عم يقوم مشاعره اتجاهك ما عم يوديها للك عم بيبين كأنه انسان حيك ما حاسس اصلا بشي اتجاهك بس هذا الانسان يحمل مشاعر كتير قوية اما انت تريد فقط شي واحد انتو ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شي بس بدك انه يرجع لحيتك لحتى يطلب السماح منك او بعدين انتو ممكن تغلب تعد عني او شى المهم انو تاخد كرامتك او 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 كأنو تشبه غليلك يا برج الدلو على او او كي انا ارجع لحقي او كي بالنسبة لبرج الدلو على فكرة عمشوفو في مراقبة. انتو عم تراقبو لهذا الانسان في مراقبة في ممكن تراقبو على سوشي الميديا اتسان عنو عن بعيد. بس ما عم تحكي معه اوكي. هنشوف على انه ام بيقلك انه هاي العلاقة تتطلب ايمان كتير قوي. تتطلب اشتغال عليك كتير قوي وايمان فيها. لانه ام هادا الانسان شوي ممكن شخصية صعبة او شخصية متكبرة وشخصية غريبة. ومكن حدا مزعجة جدا. يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك. ما انه ثابت اوكي. متل ابرج دلوش برج من الابراج الفكسد او الابراج الثابته ما ما بيغير كتير. ممكن انت كذلك تتعامل مع برج الميزين. عم شوف على انه ام 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 ممكن مشاكل كن على انه هي ام دائما انت يا برج دلو عم تعاندو او عم بتعاملوا بالند اوكي انا انا كمان عندي شخصية وعندي افكاري وعندي كذا وعندي كذا. هو ما بيحب هيك يعني بيحب انه يكون الناس عم تتبعوه الناس عم تطيعوه ما بيحب انه يكون بعلاقة او الشخص الاخر بيحسوا قوي بيحسوا شخصية كمان عنده اا عنده عنده شخصيته وشخصيته قوية وبارد وارد جدا هايد اللي عم يحسو اصلا بالعلاقة بالنسبة اه للعزيب عم شوف على انه متقلقين تقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو عم شوف كذلك على انه محبوبين كتير من الناس عم شوفهم يلجؤون الى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم عم شوفهم يلتجؤون الى السفر الروحاني اذا بدنا نقول يهاجروا بي او يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفهم كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير اشي بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهاج حياتهم عم شوفهم عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفهم هلأ يعيشون هاي دي برج العزاء برج التالو عم شوفهم يعيشون نقل نوعية او تغيير جدري كانوا عم يمروا من نقل نوعية ورح هذه النقل النوعية رح تجلوا بلون سعادة ورح تجلوا بلون خير اوكي ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منن كتير وتغير من حتى تتصرفاته مع العلاقات هاي دي هاي دي الرحلة اللي انا بقول عنا الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برج التالو لازم تخليك انسان ناجح اكتر بالعلاقات رح تاخده او تلاقي نقاط الضعف بحياتك ورح تكتشفه بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل شيء سلبي اوكي بالنسبة للحيات العامة عم شوفك اكتر تهتم لا 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 تحقيق احلامك عم شوف حتى في اموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك اموال هايك يعني صدقات مش صدقات بس يعني ازا بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد اه عم شوف على انه كدالك في امرأة تترسد لالك يا برج التالو احذر منها ممكن هذي المرأة تتدخل بشيء من الشر لا اه لا تعكر صفو بينك وبين شيء انسان اخر اكي عم شوف كدالك على انه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت او قرث ممكن كدالك عم شوف في حدا يتواصل معك اه ممكن يسيف لك اخبار هذي الاخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذي العلاقة العاطفية ممكن تكون هذي الاخبار غير سهرة لالك اوكي ممكن تخليك انت جدا حزين اه بس عم شوف على انه في رزقة رح تأتي لبرج الدالو عم شوف في اشياء من الماضي تعود لحياة برج الدالو ممكن في مشاكل تخص او اذا كنت انت مقدم على على هجرة لبلد اخر ممكن تتأخر الامور اه ما عم شوف يعني ما عم شوف اصلا اه الامور يعني ميسرة بس عم تان تتأخر الامور ممكن تحصل عليها بس متأخرة عم شوفك اكتر تهتم لآآ للمردود المادي والنجاح عم تسعى لكسب رزق اه جديد بحياتك برج الدالو عم شوفك اكتر تهتم كدلك لالبتعاد عن الناس الابتعاد عن كل الشي اللذي يعكر صفو برج الدالو بس كما قلت احذر من المرأة هذي المرأة عم تتدخل لتعكير صفو حياتك هذي المرأة ممكن كدلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبالزوج اذا كنت متزوج او ممكن تجلب لك مشاكل اه مع انسان او مع الاب اه تتدخل لكي اه ممكن حتى عند صفة الصرقة ممكن تسرق شيء او تخونك اكي عم شوف هذي المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الابراج النارية اه او الابراج الهوائية بالنسبة لي عم شوف انه طاقتك الحالية اه كتير عم تحس انه الطاقة جيدة او انت اه يعني في تفاهم اه متبادل مع الشريك انت عم تحس بأحسيس جيدة مع هذا الانسان كدلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في اول في اه في اخضعطا يعني يعني انت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة ايجابية وطاقة كلها فرح امن شعرك كذلك هذا الانسان انه هو انسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة اه بحب كبير بحسك على انه انت خلاص الانسان اللي عم يحبه الانسان اللي عم يرتاح معه عمشوف في كتير طاقة جميلة بالنسبة لعلكون انت والشريك ممكن وارد جدا انه هاذه العلاقة صار لمدة طويلة انتو مع بعض لانه عمشوفك انت بالظبط كأنه شلت كتير عباء بهذه العلاقة وكأنه هاذي العلاقة طريقا طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية او اذا كنتو بيعلاقة جديدة يعني انت متلاهف انه انه يصير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت انت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتجتها بسرعة ما بدك انه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة و سنتين و ثلاث سنوات وبالاخير ما تنتج عنا شيء اوكي بالنسبة لك هيدا الاساس مهم جدا اما هو عم شوفه عنده كتير امور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسره ممكن كتير امور مش ميسارة بالنسبة للعمل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش اشياء في كتير عثارات بحياته في كتير امور عم تعرقلوا بحياته ما عم تخليه اصلا يوصل للاشياء اللي بدوا اياها اوكي اه في كتير امور عم تعرقل علاقتكن مع انه في حب في جمال في عشق في كتير اشياء في احسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الامور عم تعرقل علاقتكن عم يشوف على انه انت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل انه تكمل هذه العلاقة بيصير فيها زوج انه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني الناس كله بتعرفكن انه مع بعض اوكي اوكي اعم شوف على انه عم شوف انه هذا الانسان الامر الذي يقرقوه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جدا مهم عشان تصير العلاقة اه في نجاح كتير كبير اوكي اعم يشوف على انه ما فيه يعني تحمل اسري او عائلة اذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر عم شوف الامر الذي يعقوه بالحياة هو العمل اه كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الامور عم شوف على انه كذلك هذا الانسان يشعر بمشاعر كتير جياشة اتجاهك يحبك هذا الانسان يريد ان يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم او بتخليكن ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على انه الام كما يظهر يعني في كتير من الاشياء عم تخليكن ما ما عم تتطوروا ليش بقى العراقيل الحياتي العامي يعني عم تخليكن اه ما ما تتطور اوكي بيقلك الورق انه كل شي رح يأتي بوقته انت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائج كتير سريعة بدك مثلا انه يعني يصير زواج انه الامور تتأثر بسرعة بس بيقلك انه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق ابدا اوكي هون بيقلك انه هيدا الوقت لطعطي مش لطحصد لازم توقف مع هذا الانسان بالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي انه يكون فيه ريزولت